اشتركوا في القناة ولا يزال هذا حتى لما سئل عن قوله تعالى إنه لقرآن كريم ما كرم هذا القرآن ما يعني قرآن كريم قال كناية عن كثرة ما يعطي من المعارف والعلوم والمعاني والدلالات فهو فياض كريم إنه لقرآن كريم إذا اتصلت به يغدق عليك من المعاني والمعارف والعلوم والدلالات والدجات فهو بذلك كريم إنه لقرآن كريم فهكذا شان الأفاضل في الأمة مع هذا القرآن وفي وصف سيدنا عمر كان وقأفا عند كتاب الله يقف عند الآية ويأخذ معناها وهكذا ولما اجترى واعتدى وأساء الأدب بعض الذين جلسوا معه ورأى استحقاقه للتهاديب دخل عليه بعض الصحابة الكرام فشاهد هذا المشهد فقال ما ترى في هذا قال يأمر المؤمنين هذا من الجاهلين وإن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فأخذ سنة من ردد وذي العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وذي العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وذي العفو وأصداقة كان قم تمح الرجل في كل ما كان منه من جراء وقل أدب وكان وقافا عند كتاب الله ولقد كان يقرأ الآية فيرددها حتى يغمى عليه فيحمل إلى البيت فقد يبقى أياما في البيت لا يستطيع القيام والانتهاض يعاد مريضا من آثار آية من كتاب الله جل جلاله وتعالى فيه علاء اشتركوا في القناة